صبح الخير لجميع متتبعي فقرة لبنون ودي تويست اليوم راح نروح برحلة استكشاف على ضيعة تبعد 50 كم عن بيروت على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر ضيعة نوصل اسمه بسفينة التايطانيك في 1912 لأن كان فيه 13 من أهل هذه الضيعة كانوا على متن هالسفينة 12 منهم يحطفون شخص واحد بس نجي وهي سيدة هذه الضيعة موجودة على تلي بتطلع على رشاية من ميلة وعلى البقاءة الغربة من ميلة تاني الضيعة ارتبط ضيعة صغيرة ضيعة صغيرة عندها اكتفاء ذاتي وما عايزت حدا أبدا بهالأزمة عم بحكي عن كفار مشكة الضيعة الصغيرة يلي فعلا مفعولة كتير كبير راح نعرف أكتر عنا من الصور والفيديو ومع ضيفة سيد رجا عبدالله صباح الخير أهلا وسهلا فيكم يعني لنحكي بالأزمة ضيعة صغيرة بهالمكان الماء وكمانا ما عايزت حدا بالأزمة كيف؟ نحن من زمانه جاي في الاكتفاء الذاتي الغذائي بس هلأ أكتر من قبل كمان لأنه مورها الأزمة صار فيه تشديد أكتر على الزراعة تشديد أكتر على الأمن الغذائي تشديد أكتر على المونة فتنا بمرحلة هلأ اكتفاء ذاتي أكتر من ناحية الغذائية طبعا في غير حاجات كمان بس من ناحية الغذائية من ناحية الأمن الغذائية هلأ الحمد لله أيام الضيعة صغيرة اللي عندها طابع زراعي قوي مثل كفرمشك ومن ناحية الكهرباء يعني هاي الأزمة شفتوها من سنين قبل يعني سبقتوا الكل هلأ نحن موصلين على مشروع اللي طاني من زمان وعدينها بـ 24 ساعة كهرباء بس طبعا مستوى الماء يصوطي كتير بالقرعون وصارت عم تنقطع الكهرباء أكتر وأكتر ومؤخرا كمان عم تنقطع بعد أكتر وأكتر من 2019 يعني صنعنا تقريبا ثلاث سنين هلأ نفذنا مشروع طاقة شمسية 206 بانيلز فوتوفولتيك يعني على الطاقة الشمسية عم بيزودوا ضيعة كلها وقت ما تنقطع الكهرباء عنا صور للمشروع كمان اي صنعنا فخورين كتير بهالمشروع صنعنا ثلاث سنين وقت تنقطع كهرباء الدولة بتجي من الطاقة الشمسية وهلأ فعليا بالأزمة 24 ساعة 24 ساعة ما بيشوفوا هالإطاعتها حتى فوق المئة وعشرين بيت مئة وعشرين عيلة اللي هي تقريبا كل الضيعة موصلين على هالمحطة هايدي غتنوا عن المولدات الصغيرة طب قولوا قبل الطاقة الشمسية اللي كانت تلويس كانت طعموا الصوت بالضيعة الحمد لله كل هالشي صار ورانا وهلأ يعني يعني عشتوها بطريقة كتير إيجابية كذو كانت لقلكون خاصة مع الأزمة كلنا عم نعاني منها الأزمة الكهرباء وما في عندكم هالأزمة أبداً لليو أس إيد وكريتاس بلدي يساعدونا ننفذ شكر للبلديات الماضية والحالية اللي كانوا وراها المشروع من دون أي خلاف ونزاع وسياسة أبداً بدنا ننفذ المشروع وفي قسم البلدية بدأت أدمه كمان كاست شيرين مش بس كله على اليو أس إيد كمان قامت بوشبة البلدية حمد الله مشروع أخذ وقت لأنه البيبرورك مع يو أس إيد كتير طويل ما حداً يفتكر كتير عالماء يسألوني كيف ننعمل هالمشروع بدي يعني بقلهم بدأ طيلة بال بده واحد يعبي أبليكيشن ويخد وقته فيها ضروري كتير لأنه يعني لما يشوف الواحد غيره والنتيجة عنده بيشوف أنه وبعتقد أنه كل الضيعة لح تصير بهذا الاتجاه خلين نحكي أكتر كمانا عن جمال طبيعة هالكفر مشكة بس حضرتونا فيديو صغير خلينشوف اللانسكايب الحلو ترجمة نانسة بينا هيك عبر شوي عن احساسي كل مناطق كل ضيع على البقاع كمانة حبيب تشتراً بيشوувати السياداتICH thấy ألمس كذلك لذنى height علماً شوي عم بيصير في بنع شوائي بس بعد محافظين على جمال الطبيعة مثل ما شفنا بتاخد العقل قدي مهتمين بالترايلز مسارات بالطبيعة كنت خبرتني أنه في عندكم ترايل رح توصلوا على الـ MT على درب الجبل لبناني تحية كبيرة لدرب الجبل لبناني الـ MT ولزملائي بالمجلس الإدارة لأنه بيمروا حداً يا تكفر مشكي بس فيه هلأ مشروع تقدم للـ MT لنوصل ضيعة كفر مشكي بدرب الجبل اللبناني بشكل أن العالم تقدر تضلع الدرب تفوت على كفر مشكي تقدي اتنين بالضيعة تتمتع بموت الضيعة بجمال الضيعة وترجع على ترايل وهذا مشروع كبير لهذه السنة نوصل ضيعة كفر مشكي على الـ MT وهذا بتخلق كمان فرص عمل لأهل الضيعة فرص عمل بس مسؤولية كمان نحفز على ترايل على جماله على نظافته ما يكون فيه تلوّس إلى خيره سوو نتلقوه الفرنسيوي دونان دونان أعرفت أنه الشباب كتير هيك نشطين بالضيعة وكتير محمسين لا يعملوا أمور لضيعتهم ويطوروا فيها وين دوروا وشو عم بيعملوا؟ كمان شباب وصبايا كفر مشكي تحية كبيرة لإلهم توحدوا بجروب اسمه ليفلاف كفر مشكي سوو أخدوا شوي الفرانشايز من ليفلاف بيروت عم بيقوموا بكتير أعمال عن جد بهنيهم على هالنشاط عملنا ستريت أرت عملنا بنتيور على الحيطان الميتي بالضيعة ساعدنا المسنين على وقت الكورونا عم نيلهم زيارات أما نيلهم الأدوية وبعضهم اليوم شباب وصبايا كفر مشكي طبعا بدهم مستقبل أحسن لحياتهم بس بنفس الوقت بعضهم نشيطين بالضيعتهم وبيشتغلوا بالأرض كمان عم نشوف المناظر الخلابة من الضيعة بتي خود العالم وواحد منهم مصور كمان فوتوغرف رعا أخذ الصور الحلوة كنا هون بالتلج أكيد بيجي تلج كتير عندكم صح كنا عم نحكي عن قبل ما انتقل على هذه النقطة كنا حكينا عن الدروب كم في درب عندكم بالضيعة اليوم عنا كذا درب بس الدرب بين أساسيين واحد سبعة كيلومتر واحد تلتعشر كيلومتر بيوصل للمعبد الروماني اسمه معبد النبي صفا بقلب كفرمشكة سوى عنا كتير معابد رومانية بجبل الشيخ شايف جبل الشيخ هنا بوشي بوشي الضيعة دغري عنا كتير معابد رومانية كانت منطقة ستلنج للوجود الروماني في لبنان وبقي شقفة حيات مهم من هالمعابد الرومانية بقلب ضيعة كفرمشكة اسمه النبي صفا وكتير بيحبوا يجوا الهايكز يوصلوا له وبيرجعوا للضيعة من بعدين وكنت خبرتني كمان زكادة المعبد صحيح هيدا والمعبد صح كنت ذكرت الباينتينج الرسومات على الجدران كمان هيدا نقطة استقطاب للسواح يعني فيه هالأشخاص بيقصدوا يروحوا يمشوا بالضيعة وكمان يشوفوا هال نحن الهايكينج منبلش منفرجيهم الستريت آت وبعدين منظهروا من الضيعة وطبعا الفضل من الأول كانت فكرة أرت فور تشينج مؤسسة أحلى فوضى بعتولنا كذا فنين عملنا أخذنا كلها الحيطان الميتي طبعا مش الملبسة حجر مش الملبسة حجر وجملناهم لوناهم عطيناهم شوية حيات واجوا من بعدها شباب وصبايا كفر مشكي كمان الفنانين بيناتهم أما نالهم أما نالهم ستوك من شركة نولا والشكر لألهم تقدرنا كفينها كمان عملنا هالحيطان والدراج الميتي جملناها عندي كوني اكزامبل يعني قليل أصلا أنت أهل الضيعة هكي يتقبلوا هكي أفكار برافو عليك أوتف دو بوكس يعني هون كريدي كثيرا عالية انت راينا نطمنوا ما في شي غلط ما تعتلوهم بس هنالحيطان بدين ما تدمها صودة وبشعة منلونها منعطيها حيات وإفكتيف مثل ما تقول العالم تجي على ضائعة كفر مشكي دغري بتسأل وينني وبتسأل شو اللي وراهن وشو الفكرة ومين عملهن هون السؤال في عندكم أدلة محلية إذا هلأ المشاهدين عم بيحضرونها وتشجعوا أكيد طبعا رحيتشجعوا يطلعوا يزوروا هيك بلدة حلوة بالنصف الضيعة في المختار مختار نصر الله نصر الله وعنده الدكين كمان فكمان توريس قايل يعني عنده كذا كذا فونكشن وإذا عايزوا كم شغلة وبيعرف الضيعة كتير منية وهي ضيعة صغيرة يعني ما رح يضيها واحد فيها مانا داونتاون نيويورك إذا واحد يلتقى فيهم ضغري بيخدون انشارج بيخدون بيمشون بيخلل المهرجين عم تشوفي الصور المهرجين آخر مرة كان لـ 2019 ووكلنا شباب وصبايا يأخذوا ويعملوا ووكينج تريل ووكينج تور بقلب الضيعة يتمشوا بقلب الضيعة هتموا فيهم ومستعدين طبعا وهلأ عم ننمي عم ننمي هالسياحة الريفية بقالو كفر مشكة كانت كوية مستحية هلأ عم نكبرها وانقوية وطبعا بدنا نعطي فرص عمل لها الشباب وصبايا هن يهتموا بهالسواح وهون كمان يعني بوقت كورونا قدي كمان الهتون بهالأمور قدي كمان رجعوا رجعت الشباب الصغيرة على الضيعة وشافوا أنه بالآخر كل الجيل كلنا يعني رجعنا شفنا أنه الضيعة هي المصدر الأساسي طبعا من لايه أشغال بالمدينة بس وقت الأزمة والأرض رجعت العالم للبيسيكس للإشياء البسيطة والأصلية ونحن كمان زيت الشيء العالم فهمت أنه في شيء بالحقيقة غير هالركض وهالشغل والمصاري ورجعت العالم على الطبيعة رجعت على الأرض رجعت على الزراعة فكرت بالأمن الغذائي لأنه صارت الصحة أهم من أي شيء من بعد هالأزمة مزبوط كان مفعولة كتير مهم على ضيعتنا مثلها غير ضيعة كمان ومشروع مشروع اللفندر اللي بيأخذ العقل مشروع اللفندر هذا مشروع جديد مصتي أنه أنا اختبرته بجنيني عندي لقيت أنه نموه شيء مش معقولة والإنتاجه بينتج مرتين أو وقت ثلاثة بالسنة اللفندر عم نشوف بالصورة مش معقولة هيدا صورة مستقبلية يعني بس هك هك بدنا نصير ألا راد سأعمل أنا بايلوت بروجيكت قيم فيه شخصيا لأؤثر هاللافندر اللي هو منافع صحية ومنافع ضد استرس ووجع البطن والبشرة وليفندر اللي بيستعمل بالتياب ويستعمل بالغسيل إلى خير هيدا المشروع الكبير وبدنا نبني سياحة ريفية وسيناحة زراعية أجرو توريزم حول هالمشروع نستقبل عالم نتيجة تتمشى بهال الحقل اللفندر يسموه خزامة بالعربية تعلمتها تعلمتها مش من زمان ويقدروا يسترو وهالمادة اللي ما في منها كتير بالإنين عم بيباليش يشير فيه مشيرية بس ألينا وأخيرا وليس آخرا المشروع اللي بتعملوه سنويا بتنطفو الضيعة والشباب الصغار اللي هني بيكونوا أيمين بهذا المشروع صح ومش بس هيك ونحاول نوعيهم أهمية الفرز أنه يا جماعة ما من كب شو ما كان وين ما كان وعلى أهمية الريسايكل أهمية التدوير صحيح وبيجونا خبرة من برة سنة إجينا وليد سيف الدين من رشاية ودكتور نجات من الايو بي راح اسمع بالي سو عاتتنا كمان طوعية على أهمية الريسايكلين وعلى أهمية أنه ما فينا نكب شو ما بدنا بالبيئة عادي أيام خلصت صاريت ورانا مية بالمية مية بالمية سيزة راجع أنا بدي أشكرك كتير وإن شاء الله دلكم بهالهمة وإن شاء الله كل الضياء يغاروا منكم لأن الحقيقة راح تروح بهذا الإتجاه والمفروض أنه كل العالم وكل الضياء يروحوا بهالإتجاه شكرا لك أنا أسبوع المقبل بجراء بطلع عليكم بحلقة جديدة من لبنان with a twist break ومتابعة